ما الحكمة في أن المرأة تشتف وجهة وكفية ماء دائما نشف الحج ليس لها الأسفل عليها أن تشتف وجهة وكفية الحج لا تنسق من مدقاب المعروف الزرجة يعرفه الزادية ولكن ترطي وجهة 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 رسولناها عن البرق ولا نهاء عن طرف وجهة بل نهاء عن البرق وعن القفاسين في الحج فالمانا تشتف وجهة وجهة كالخمار والزبال كما قاعد عنها انها من الجنم هنا بجان اتجاها اتجاها لجانا تستمرها على وجهة والله تربفها على وجهة تربع تكشفها وهكذا القفاسين وهما دستاني جاءا لجانا 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 لا تربفهم المحرقة ولكن ترطي يدها هذه الكلبابها لعداءتها لعداءتها لجانا فالرجل ليبس قميس ويرطي بجانا بالإتجار والهداء والحمد فالسيء ليمحرر لا يحال فالرجل ليبس قميس ويغطي مأسه الحفاظ ولكن يغطي بدنه بإثار ويغطي بدنه بإدار ويغطي به سبيد الادار ومرة كده السابس القني توغطي مأسها لكن لا تغطي وجها بالليقات ولا تغطي بها بالقبضاتين ولكن تغطي وجها بإبار والثمار عند وليد الإجار وتغطي به هبط makanها وفي أبعاتها أو بتقنها هذا سبب الأمر إثمام البرقة هو النقاء ولا يجب ان يكون محردة محردة مطلقة محردة لا تبس البرقة ولا ينبسك للحاجة إلا تكون بقدر العينين فقط من دون زيال